بالعلم بل بالأدمي تنهال أعلى الرتبي عشت حياة العلماء وطرق صنوف الرتبي السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم عبدالعيد حسن في دورة الفوتشوب تحت رعاية أكاديميتها موقع وقف أولاين الآن نتكلم على الاريسر تول الاريسر تول دي أداة المسح تعبت كادي نمسح نختار الأداة بتاعت المسح ونمسح تعال نمسح كده إذن في بيئة اللي حصل هو هنا أخلى اللون إيه نونة زرق ليه بقى لونة زرق الأداة بتتستخدم كات تالي شايفيني اللون اللي تحت ده أيوة هو ده اللون اللي بتحط الأداة يعني تخليه أبيض مثلا فتعالوا كادي نجي نمسح حلقنا بنمسح باللون مبيض بكل بساطة هي بتديني اللون اللي تحت ده على الجزء اللي أنا حطه علي أهو شايفين تشايفين كده أهو كادي نبلون عادي كادي نبلون شاكل نتشايفين أهو أنا كده كادي نمسح الخلفية مثلا بتاعت الراجل اللي نشايفين كده كده كان الراجل تقريبا ده وزباط ما أكتر من كده كده كان الراجل وقف على خلفية بيضة أو من غير خلفية أصلا ده بالنسبة للإرسلتور لو خلينا اللون ده أي لون في الدنيا أي لون من الألوان في تشوب هيبدأ يمسح لي بيه أي إن كان اللون إيه يخليه بكجراوند أو أي جزئية اللي بعمل تشتغل في عليها بنفس اللون اللي أنا عايزه بالشكل اللي انتو شفته لو غيرت أي لون من الألوان دي هيديني نفس اللون طبعا هنا عندي الأوباستي يعني ممكن ألون بالأوباستي منخفض شايفين يبقى اللون بالشكل اللي انتو شايفينه ده مثلا يديني تأثير اللون على الصورة كما تشايفين كده تمام طيب أو عندي الفلو أخلي فلو خمسين مثلا ولون بيه الفلو زباح العافين زي الأوباستي اهو اهو وزي بتاخد لون الخلفية اللي هنا اللي تحت تبدأ تشتغل به على الديزاين بتاعنا أو على الشكل اللي احنا استخدمناه طيب ده بالنسبة الديزار تول إن شاء الله نكمل بعيد أدراس الديزار في الدرس الجاي ثماني يكون درس النهوضة سهل ثلث آآ إن شاء الله أجلكم في الدرس الجاي ويا لو في عندك أي مشكلة في الدروس اللي فاتت أو في دروس الدورة عموما يريد تتوجه لمنتجات وقف ونحط الاستفسار بتاعنا أو المشكلة بتاعتك لو في آآ أي آآ بلاحظة معنا على الدورة أو أي آآ جزء غزية مش عارفين أو مش عارف اللي يعلم اللحظات حط ملاحظات بلاعيتنا على الدروس من حيث جالت الدروس وسرعة الشرح وإيه الأداء بتاع الشرح طبعا من نلساش نعمل آآ شير ولايك لتفحة الفيسبوك الخاصة بموقع لقف أولاين إن موقع خيري وانتظر دعمنا آآ احنا كمسلمين السلام عليكم وات الله وبركاته